اشتركوا في القناة يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم واغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيمة مع أمم محمد سلام عليكم عليكم السلام تفضلي تحت أمرك الله يارض عنك الله يحفظك من كل سوء رب يارض عنك أسأل حضرتك لو الفضلات بتاعت اليمام والعصفير والطيور يعني لو جفع للملادس سنجدتها ولا الهدوم طهراء يعني يا مأكلة مأكلة اللحم أي مع العصفير واليمام والحنان والطيور يعني الربعة في المنس طيب طيب إن شاء الله السؤال الثاني ما أخف ما أخف ما أخف ما أخف ما أخف ما أخف أخف نهار رمضان أو تشرب متعمدة أو تاكل أخف ما يعني سوء يوم بدل اليوم واللي علاها ففار. حاضر ان شاء الله. وثمان سؤال بعد اذن حضرتك. تحت امر. اه. لكون مدرسة شفرة العمرة من عشر سنين. وكان لها حفز يعني المفتوض تاخده. ماذا قلت يا حضرتك? ماذا قلت? مدرسة شفرة العمرة من عشر سنين. نعم. وهي لها حاجة المفتوضة تنيفت المفتوضة. السود بيتزبزب جدا مش. مدرسة وبعدين. مدرسة سترة العمرة من عشر سنين. ماشي. وهي لها حاجة بالمفتوضة بتاعها بتاعها. بس هي ما تعرفت اللي بعض العشر سنين ما نعبدو يعني. نعم. لو رجعت الفلس دي ان الادارة في مشكلة يعني انا هتفصل للناس اللي هما اداريين في الادارة. نعم. اه تخرج الفلس دي للناس الفقرة ولا ولا لازم يعني ما تستطيعش بحال من احوال ان هي تردها للادارة ما تستطيعش. بس بقال معك السنين. يعني ما تستطيعش بقى كلامي ما تستطيعش. ايه. والمال ده عليها مش ليها هي لهم. للادارة. طيب. طيب ان شاء الله ماشي ماشي. واتفربوا زي ما هو ولا تعمل ايه. حاضر ان شاء الله حاضر حاضر. ماشي. ماشي. معي لحاجة فضماء. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام يا مختبر كاتو تحت امرك. اه لا يخليك يا رب يخليك لينا يا رب. امين. انا ابنتي وضع اه مبلغ البنك. نعم. عشان تشتري بيشجة. وهي يعني جوسة حاضر على الكدد يعني. نعم. فلو اخرت الزكاعة اه بتحت المبلغ دي وديتوا الجوسة. ايه تاخد زكاة ايش? تاخد زكاة المال يعني اللي هي وضعها في البنك? ايوة. تجعله تعطيل جوجها يعني? يتدي الجوسة يعني ينفع. طيب حاضر. حاضر ان شاء الله. ينفع على يعني بعد كده يصرف عليها على اولادها لاني بتبقى محتاجها يا اولادها. حاضر ان شاء الله. السؤال التاني يا دكتور اه فيها اه 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 اتركت مني مبلغ. اتركت واحد على ان يجيب بضاعة. والمكسبي يكسبوه بالنص. نعم. ابعدين الاخو لاخو الشريك دي رمع اخو بسجارة فقامت strategic البضاعة. لا ما فهمت هي الان اعطت المال لرجل عشان يتاجر فيه صحة كده? ااه. والكمسف النص بعدين ايش اللي حدث ما ما افهم. وبعدين أخو الشريك دي رمى عقب سجارة وقامت حريكة أكلت البضاعة أعوذ بالله وبعد كده هو الشريك دي عمل جمعية وأراحد دها المبلغ أن هي دفعته نعم وهذا كده هي عليها حرام المبلغ اللي أخذته حاضر إن شاء الله شكراً بارك تحت أمرك تحت أمرك إن شاء الله إجابة تأتيك بإذن الله أبشري معي له أستاذ وليد السلام عليكم فضل السيد المشير كعلمنا أستاذ وليد من زمن ما سمعنا صوتك النادي والله انت وحشني فضل السيدنا الدكتور يا رضي الله عنك حبيب رضي الله عنك رب يرضى عنك الحمد لله جزاك الله كل حير ربنا مش يحرمنا من رؤيتك الله يرضى عنك ولا يحرم الأمة الإسلامية الله يرضى عنك الله يرضى عنك فضل السيدنا الشيخ في بعض يعني بالنسبة للصيغة اللي هي المطولة اللي هي الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة في العديد بحصل فيها خلافة كثيرة كثيرة وطبعا فضلتك يا ريت تتنوى على اللي بينكر مثلا من يقول ذلك وتوضح هل هي من البدء فعلا كما قال على مشيخ نوى ربنا يبارك فيك ولا هي الأمر فيها الإباحة يعني ولا هي صيغة وردة كالصيغ عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يارد هل ورد كل الصيغ عن سيدنا النبي ولا عن الصحابة حضرتك هذا السؤال الأول السؤال الثاني برضو يعني سؤال فقهي ربنا يبارك فيك هل يجذئ من يلتقط الحصة من غير منها أو مزدرفة يعني لو انتقطع مصر من مصر أنا عارب من السؤالي يعني غريب ولكن قرأت للأم الأربعة يعني بس أريد أن أفهم من فضلتك ماذا قرأت عن أم الأربعة ماذا قرأت عنهم هم قالوا بالاستحباب يعني يستحب التقطع الحصة من أي مكان لا يستحب من مزدرفة لا مش من أي مكان هم قالوا يستحب من مزدرفة قال ده الجمهور قالوا الجمهور لكن يجوز أن يلتقطها من أي مكان أيها أنا أقصد أن يجوز التقطع من أي مكان فعلا يعني من أي مكان أنا أقصد التقطع إذا كان عابرا لكن لو قاصد تبركا أو شيء من ذلك هذه بدعة ما صح وهي الأولى والسنة التقطع من مزدرفة ماشي إن شاء الله اتوضف لي الله يبرك لك عشان راح الشغل بس أعرف أسمع للسلام من فضيلتك طب خلاص أبا مابنس بالسيغة الذي ورد ورد عن الصحابة لم يارد عن النبي السلام تصريحا في هذا الباب مرفوعا الذي جاء جاء موقوفا أنه جاء عن الصحابة عن ابن المسعود عن غير ابن المسعود أن النبي أسأل الله أنهم كانوا يكبرون في الأعياد سواء التكبير المطلق أو التكبير المطلق في الأعياد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أما صيغة الله أكبر كبيرة والحمد لكثيرة هذه الصيغة صيغة لم تذبت لم تذبت في الأعياد وما أدري يعني هل أنكر عليهم أو لا أنكر عليهم لأن حقيقة الأمر أن الذي ورد ورد بالسنة التكبير المطلق في العشر الأوائل من ذي الحجة والتكبير المقيد بعد الصلاة يكون بعد فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق وهو التكبير والتكبير سياغ كثيرة لكن اللهم يصلي على محمد وعلى أزواج محمد وهذه لم ترد فصحيح هذا حد علمي حد علمي قلته وأن الذي ورد الله أكبر الله أكبر ثلاثا لا إله إلا الله ورد أيضا الله أكبر لا إله إلا الله ولله الحمد معي الأستاذ محمد السلام عليكم يا دكتور الله أرد حالك حبيبي السورة الأول برك الله فيك هل تجوز الأضحية عن الميت إنواني قضاح وهو Hunger يعني شخص ميت والسؤال السؤال يا برك الله فيك هل ثبت أن المضح الثاني. هل ثبت ان المضح يغفر له عند اول دفعة دم يعني تنزل من الرضحية على الارض في الزبع. نعم. هل ثبت ان يقال في يوم عارفة. لا اله الا الله وحده لا شريك لا. لا الملك عن حكم ذهو على كل شيء قدير. نعم. 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 اعد اعد علي السؤال انه تزبزب جدا صوتك. حاضر ان شاء الله. مع امويل. يا رب يرضى عنك يا امويل تحت امرك. امين. 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 رضي الله عنك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يعني لي اقول كده. طيب السؤال وشكه في الراس. انا كنت في المستشفى في الجامعة مع زوة اه اقوى زوجا. نعم. نعم. العصر ازل وانا بفضل الله ما بحبش اخر انه يصلى عن وقتها الاولانية يعني بعد ما يصلى يخلص ويخلص اداة. نعم. فانا ثلت في المستشفى عمال اسألهم الايب لان احنا هنا استخفى الله العظيم يعني كنتك انت مش مستشفى مسلمين. كل واحد يقول لك معرفة. المهم اللي قاتل ممرضة. فقول لها الكبلة الناحية الين قالت الناحية دهي. صلت. بعد ما صلت لقيت واحد بقول لي انت بتصلي عاك. خالق. انت هزاقون ايه? المهم صلت وخلاص الصلاة هتنفع لما مش هتنفع. طيب حاضر حاضر حاضر. لكن استني استني. هل تأكدت القبلة خلاف ما كنت تتتوجهين عليها? لا هو يا الممرضة اكدت له يا شكرام يتطل يعني. قالت للا ايه لا الناحية دهي. وصلها ماشي. طيب. طيب. ايه عامل يقول ليه? يا بي صلت لنا حياتي دلي يا بي صل غالب. وصلها على اسمه الدكتورة اللا الى الاي لا يا رب دكتور. قال خلاص ما دام الدكتورة اللا يا احنا. خلاص. دعمان يوزعوني البعض يعني. يستغربوا يعني ايه? مش فهمنا يعني. رضي الله. طيب السؤال الثاني طيب. السؤال الثاني بقى يا شيخ محمد يا نفضل اللهم نعم وقرموا عليه. ما بقيتش يطلع بر ولا بقيت اقول حاجة ولا ولا حسات ان انا اللي غلطة اصحان عايات لما اقول بات. وكل السنة بتاع رسوله اللي بسمحها من حضراتك وبعمل. ومحافظة على الصلاة هو وقتها وكل حاجة والحمد لله. ان شاء الله. حس ان انا حزيني. وحس ان انا ربنا مش قابلني. وحس ان انا ما بعملش حاجة وبصلي غلط وبقرأ القرآن غلط. ايه المسكلة بعد كده يا شيخ محمد والعلاج. طيب حاضر. الله يجازيك. عندنا خير الجزاء في الدنيا وفي الاخر. انا انا خادم والله رضي الله عنكم. ان شاء الله يا رب جحببك الصحة والعافية وينصرك على الملعيف. امين امين رضي الله عنك. وكل السنة وانتقال في صحة والسلام. امين جزاكم الله خير. احسن الله عليك. رفع الله من مقاومك. معي مهيبة. السلام عليكم. سلام عليكم يا دكتور محمد. رضي الله يا مهي بحس الله لي. تهر قلبك ربنا ويطهر لسانك النولى عز وجل. امين. ويشرح قلبك كما تشرح قلبنا يا ابني والله. امين. يا ابني والله انت زخرة الاسلام. اه الحمد لله. وانا لي تلات اسئلة ولي سؤال من اول الحلقة للزنديك. اه 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 نركزنا كلنا اكون لو انا اشفتك وانا سعادية. اه انا شفتك. اه. وغيرنا على ديني وعلى امي. تقلق سيد سيدة عائشة ربي الله عنها امي وحبيبتي. تعال. ده اقطع لسانك الاول استفتح بيه. استفتح بيه. استفتح بيه. استفتح بيه لسانك الاول وعدنا استفتح بكل عدو من عيد وقت. رضي الله. وانا وانا خرم الوحسين. والله اهل الاسلام كلهم بخير والله. اصدق لسانك كده ها. واروح حطا مع اللي افقل بجمهورية مصر العربية الراحة جيدك بيشمش بيه. اه. اه. السؤال التالي يا ابني. نعم. السؤال الاولاني. نعم. انا بنتي عندها اربع اولاد وما زالت يا شيخ وانا قلت لك قبل كده مش اما تصلي ومش رضي اتصلي. واعدة قدام له نهار ودامه من مسلسلات اللي هي الهندية. يا ربي دي انا. بيجيبوا الصنام وبيعبودوا بيه. نعم. نعم. الله. وانا يا شيخ بروحين ابقصلي ببقاش عارسة صلي من كتر ما انا مش عارسة. يعني انا مليش مكان يا ابني. بس انا بشتغل وبروح عندهم زيارة. وانت حضرتك قلتلي ما تقطعهاش. نعم. بس انا بتactic. نعم. ابنها الكبير البكر ما بيصليش. اللي عنده تلصتاشر راحت تلصتاشر سنان. وابنها اللي عنده سباح سنين ما بيصليش. والقفي ما بيصليش. وكل ما روح اقول تعبتي 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 يا ابني من كتر ما انا اقول. يا بنت ما تتلمسيش تتلمس. يا بنت ما تحطش منوكير في رجليك عشان الناس ما تبصش في الكعب في رجليك ما كيش بايدة. السؤال الاول. السؤال الثاني يا شيخ انا ليا اقارب وكنت بودهم. فضع مني التليفون بالاقام بتاعتهم. ولما رحت اه 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 ادعت لهم جواب. قالوا لي ما ينفحشي وارفضوا الجواب لي تاني. هل ده يا جزء يعني اه 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 ااي ا اه اهم به يا ابني اكثر به. حاضر صاغ ايام بس انا مريضة. مريضة يعني ربنا عشف كل مريض يا رب. بس ما الزنديك. انا بس بقوله لو هو كمعني دلوقتي نفسي اشوفه فندان عام. نفسي يقول انا راجل وقابلك فندان عام. ابشيري. انا اكسن بالله الذي لا اله الا هو عشان كرامة الامة بحالة امت امي سيد عائشة امي تجرأتي. هي كل الامة. هي شرف لنا جميع. وقواني. اعتذر الى امي. 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 اهل الاسلام كلهم بخير. وعائشة هي امنا وسيدة النساء العالمين. واعلم النساء على الاطلاق. ماهله استاذ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام وكاتب حبيبي. ربنا بارك ربنا بارك لك يا ربنا بارك. فضل. السؤال هل تعبد الاسلام في مكة تاني. حاضر ان شاء الله. والرجابة لنا اخر كده في الله ارجو منك ان انت تدعيله كده. ربنا سبيته. اسأل ربي ان يسكنها في ساحة الجنات. ويعلي بها الله ان يثبت قلبه وجنانه. ونسأل الله ان يخلف عليه خيرا. ونسأل الله ان يعظم له الاجل والمثوبة. فليصبر ولا احتسب. ويجعلكم خير اعوان له. اللهم امين يا ربنا بارك لك. رضي الله عنك. ازادك الله وفاء انا محمد. رضي الله عنك. احسن الله عليك. نعم. معي تصال. مع عم جمال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الاستاذ الكريم. حبيبي. انك احبك في الله والله من قلوبنا. احبك الله يا حبتانا في ايه? وانا كذلك والله. الزندج ابن الزندج دي مش عاد فين نعملاش معاه. مش عاد فين نعمل معاه رجل ابن الزندج دي مش عاد فين نعمل معاه. يعني الله. الله يعينك عليهم. نعم امين. نعم صدر. اتفضل. اه باللزة انا بطبح بيدي الشمال. هل في مانع آآ. ماذا تفعل? بطبح بطبح نطحية بيدي الشمال. نعم نعم. ماشي. نعم. 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 تأتيك اللي جاب. لكن ما تستطيعش ما تستطيعش ما تستطيعش ما تستطيعش باليمين. صعب عليك. والله انا بتبقى ساحل معي في الشمال في معرفش بقى. طيب ان شاء الله ماشي. 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 احسن الله عليك. معي ابو احمد. خلنا المغرب ايضا. سلام. احباء الى قلبي جدا. سلام عليكم السلام. وبركاته. حياك الله شيخنا. حياك. ابا احمد حياكم الله. ردي الله عنك. كأن نتعلم منك وكأنك هجرتنا. ونحن نريد نستفيد من علم حضرتك. وتفيدنا. وتصح لنا بعد من حرفنا فيه. وتباين لنا ما جهدنا. هذا فضلك اهدبك. هذا من توضعك. تذكر غير الله يرضع قدرك. يرضي الله. يرضي الله عنك. حفظك ربي. الله يحفظك. عندي نقاط انت ذكرت. الله يحفظك فيه. تفضل سيدي. الحديث اللي الرجل خرج. انت ذكرت خرج بماله واهلي وولده. عليك خرج بماله ونفسي. اه نعم. خرج بنفسي ما هو خرج بنفسي وكل ما يملك على معنى الحديث. ليس النص. النص خرج بمالي ونفسي. انت ذكرت باهله وماله وهو ولده. اه اه انا انا قصدت المعنى ما قصدت اللفظ. ازاك الله. الثاني ملاحظة لانت ذكرت الله احفظك تقول يعني ان ابن عمر وابو غرير رضي الله عنهم خرج للسوق كبره وكبروا ناس بتكبيرهم ويجوز بتكبير جماعي. اه اه اي شيخ محمد العلم يقول ان تكبير جماعي البدعة هالا ليس تكبير جماعي اللي كبر عبد عمر. انما تكبير جماعي لك العلم في رأس. يعني كل الوحدة. سيدي. يعني رجل السوق. سيدي. سيدي. ممتاز. بس لحظة معي. نعم. انا لم تسمع انا لم تسمع تعقيبي على سؤال اخذ الحلقة باسرها فيما قاله ابو عبد الرحمن اه ابن ام عبد عندما قال للرجل كبري مئة هللي مئة وقال له انتم على ملة اهدى من ملة رسول الله عن مفتتح باب باب الضلالة. فانا فصلت القول جدا في هذا الباب. لكن ما تكلم عن ابي هريرة وعن ابن عمر انه كان يكبر منفردا. كان ممكن يسمعه زفارات واحدة يسمعون يكبرون معا او يكبر انفراد. فهذا لا انكار فيه. لان ظاهر الحديث ان هم كانوا يكبرون بتكبيرهم يعني يتابعونهم اتساءا. جماعات وفرادة. لكن ان يجتمعوا جميعا. جميعا على تكبير واحد متناسق. هذا الذي نبديه. اما ازا كان جماعات وفرادة يأتسون به. هذا جائز لان ذا ظاهر النص. ذاكذا خير صحيح. هذا قصد يا نعم. يعني صوت واحد لا. هذا قصد. اي نعم نعم نعم. اخذ اخذ قبل الاخيرة يعني انا اقول اه البعض معنا بحثة الدعاة يكون الرافرة يعظمون الكربرة اشد من الحرم. هذا ما يقال البعض المقصرين المسلمين. هؤلاء يبغضون الحرم. ما في تعظيم اصلا. جزاك الله على التصحيح. نعم. انا يا شيخ محمد رأي مقطعين في هذه الخناة مباركة. محمم يقول فجروا الكعبة. هذه عظم الحرم. اعوذ بالله من غضب الله. واحفظ. مستجبرنا الكعبة معمم والناس ينظر عليه بالدواء. وبعدين ماذا يفعلون في الحج. ما يفعلون الجرائم. ومسردابهم. لا لا. هم لا يأتون الحج الا لفساد الحج على المسلمين. نعم. هم لا يأتون الا لفساد الحج على المسلمين. ومسرداب لخرج يهد من حرمين. هؤلاء يعظمون الحرم. ما يقال هؤلاء. هؤلاء اصلا عدو لهم الحرم. نعم. سبحانه. والله يا شيخ اخبث مننا. اشهد من اليهود. معاكم مرات. سبحانه العظيم. الحق معك. شيخ محمد اه مصر اه دولة مباركة وفيه الخير الناس. لكن انا اقول اعيد بك انت. وبعلماء مصر والدعاة. انتبهون للقضوريين يا اخي. الشرك عظيم. يعني يكون لكم دعوة مسامة. من الله سبحانه وتعالى يعز الاسلام ونسلم بكم. انتبهوا لهذه النقطة. الله يجاك خير. راج الله عنك. راجع الله عنك. راجع الله عنك. كم لك من يد علينا. اشكر ربي ان انجع لك كذلك. وشكر الله لك هذا الفضل. راجع الله عنك. راجع الله عنك. راجع الله عنك. الله يزيدك رب يكسب امثالك في البلاد المقدسة واحفظ بلدنا المقدسة من هولاء الملعين. الرافض الخبثاء. وحقيقة الامر انا معه عندما نقول بانهم يحرمون كربلاء يعظمون اكثر من تعظيم الكعبة. كأن لهم تعظيم الكعبة. كلامي كان كذلك كأن لهم تعظيم الكعبة. وحقيقة الامر هم مفرغة قلوبهم من تعظيم الكعبة. اللهم مستحان. معي ابو شريف. ابو شريف. حبيبي الله يرضى عنك ابا شريف. واستعق الله بالصحة والعصية في طاعة الله سبحانه وتعالى. الله ارضى عنك ابا شريف حفظك ربي. اه معلش كنا بيستمت قول يا شيخ والشيخ والمعزن فينا ما كروفون ديازا ضرر فتنفته عالي. استنى لما خلطه هو قدر عشان هو مشوش علي. هل يمسع. اه اه يعني هو هو سكت حتى ينتقى الاذان الاول فيؤذن هو. انتقى عالي مغوش علينا عشان لما يستنى ما يخلص هو عشان الناس تسمع. حاضر. حاضر ابا شريف حاضر. والسؤال التاني اه 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 في الامس يعني مبارح شفت اه اختي فاضلات يتصل عليك بالنهة ان هي عرمالة وعالة تزوج. سبحان الله. هي انه طالبة الزواج يعني المسلمة يا ربنا يعني اه يقفزها ويعفيها ويرزبها بري الزوج الصالحة. وفي ناس فيه زوج يبيزب على الزواج والنتاق بترفضه. هو هو هي ما هي قالت انهم يمنعونها من الزواج. هي هي ربنا يبارك فيها. انا اقول اي امرأة. في انا بضب على الزواج وفي نساب ترطب الزواج. في نساب ترطب الزواج. سبحان الله. نعم انا اقول اخوة اه يعني اه اخي الكريم يعني اي امرأة لا تعيشوا خلوة من غير الرجل. ايوة هو. فيكونوا ظلما ظلما عليها ان يعضلوها. ولا ان تتحزوا لي انه تتزوج. رجاء مني يا شيخ محمد انا عادي اتعلم الناس افعال الرسول صلى الله عليه وسلم ان ما اهل الطافل ما قادر النبي صلى الله عليه وسلم ما بديش هيد عليهم. جال الله ما اتفاهم انهم لا يعلمون. نعم حاضر ان شاء الله حاضر. لما انا بيهن الرسول. فدرج منك لما حاج هيد يقول لك الملاعين الفرطيس الكلام دي احنا مش عايزين احنا عايزين احنا عايزين اهما كده تفقته. عايزين احنا عايزين احنا عايزين احنا عايزين اي رب نهديهم. لا لكنهم لكنهم قوم يكيدون الاسلام ويسبونا الصحابة. يا رب اندي روديم يا رب. واحنا عاوذ بالله. لا لا مش من المقاصد الشريعة دي. ولا لا يعان ولا بيشك ولا بيشبه حات النبي صلى الله عليه وسلم. ودي شمت النبي وخلط النبي هنازين اتعلمها. نعم لكن من الحكمة ان تضع الشيء في موضعه. اذا كان الرجل فيه فيه سوء خلق وعوجاج ولا تأتى الا بالجلد تجلده. لان المسالة مسالة اسمها سمات الشخصية. تنظر لتضع شيء في موضع. اسمعني بس يا اخي الله يهديك. اسمعني. انا اقول لك النبي اشتد على من يشتد عليه. وايضا الصحابة نفس الامر. ولانه مع من يلان معه. فاهمني? فاحنا لابد ان يكون عندنا حكمة. لا هو اللين كليا ولا هو الشدة كليا. هالمسألة بالحكمة والمواعظة الحسنة. ثم نجد المسألة كيف توضع? ان كانت? ان كان اللين فلابد يكون الرفق. وان كانت الشدة من اجل الاعتدال تكون. لكن هي المسألة? ضابط الشرع يحوطها. ووضع شيء في موضعه من الحكمة. عامة على الاصل كما قلت انت? النبي قال لعائشة ان الله يحب الفحش البذيء عندما قالت عليكم الموت السام والموت يا اخوة القردة والخنازير. قالوا يا عائشة قالوا قولا وقلنا قولا. ان الله لا يحب الفحش البذيء. لكن قال اما سمعت ما قالوا? قال قالوا قولا وقلنا قولا. لكن في بعض الاحيين لا يصح الا ان تضع الشيء في نصابه. وترجع وترد اهل البدع والضلالات الى محلهم ومكانهم الاصيل. رضي الله عنك ابا بشير. اجيبك ان شاء الله سهل اول. معي ابو يوسف? السلام عليكم. عليكم السلام فرقاته ابا يوسف. الله يحييك يا فضيط الشيخ. حياكم الله وبياكم. اولا بلغني انك تعرضت لمشكلة الصحية فالحمد الله على سلامتك والسلام عليك. هذا فضلك وادبك ورب ما ادري. هذا احسان منك علي رضي الله عنك. الله يسيبك يا فضيط الشيخ. اما السؤال فهو نريد منك القولة للفصل يا فضيط الشيخ في الصلاة في المسجد الذي يوجد به قبر او ضريح. حتى لو كان هذا القبر او الضريح خارج المسجد ولكن له غرفة اه له باب ينفذ من المسجد الى هذا الضريح. لكن هو هو خارج المسجد الداخل. انا ابعطيك مثال يا فضيط الشيخ. اه مسجد الحسين في اه قاهرة. نعم. له باب ينفذ من القبلة الى القبر. هل الصلاة في المسجد طحيحة ام لا? نريد منك القولة للفصل حتى نفتاح من هذا الموضوع. طب لحظة بس فعني. انا ما 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 دخلت المسجد ولا اعرفه. هل المسجد في داخل داخل المسجد ولا هو في حريم المسجد. اه انا لا افهم معنى كلمة الحريم. لكن انا يعني. تدخل مع باب المسجد يا فضيط الشيخ. ثم تتجي الى القبلة للصلاة. فتجد في القبلة باب ينفذ الى غرفة كبيرة فيها القبر. طيب حاضر. من على يمين المحراب. حاضر. تقريبا امسا قليلة تجد باب ينفذ الى القبر. حاضر. حاضر. راهنا شرطة. حاضر. فهو خالف يا مسجد ولكن المدخل له من داخل المسجد. حاضر حاضر سيدي حاضر. الله يسيبك يا شيخ. بارك الله. رضي الله عنك يا ريوسف. احسن الله عليك. بزاكم الله خير. مالا استاذ عمار الله يرد عنه. اهل عمار من الجزائر. والله انا احب بكل جزائر في الله. شكرا. لا ملحظة برك يا شيخ. هون الشيعة يتكلمون في القنواتهم. ويقولون ان جزائر شيعت. هذا كذب. اقولها عن مباشر. نعم كذب كذب. الجزائر مربع بها. يكون في الاستماع. احنا هنا في الشرق الجزائري كامل. لا يوجد شيعي. واتحداه. نعم. واتحداه هنا كسني وافتخر بسنة. انتم انتم شوف انتم. احنا في الجزائر في الجزائر يا شيخ. الشيعة خط احمد. لا موجود لها. الله احب. الله يقول الله لا يرسل كذب ولا. لا لدي نقطتين يا شيخ لو سمحت. نعم. النقطة الاولى الازان كما نعرف مرتبط مباشرة الازان تحصلات. مرتبط بالصلاة. الشيعة الشيعة يا شيخ. في الازان في هالسب والشتم وكذا. وبعدين في اصلوا. اه خذ بايت ان اه دون اذان لا تقيم الصلاة. هكذا حسب رأيي. هل هنا هاذ الازان اللي فيه سب والشتم. هل هالصلاة هذي جائزة? وهكذا قال نبي صلى عليه وسلم. هل هالصلاة جائزة في الاسلام? متبوعة بازان فيه سب والشتم للصحابة رضي الله عنه. نعم نعم نعم. وحاش الصحابة. نعم. هذي النقطة الاولى. نعم. النقطة الثانية يا شيخ نانو سمح هو عندما تأتي يعني اذي ملاحظة تأتي اه ما العيد الازحى المبارك كما عز الايام. هنا في الشرق وشمال افريقيا نرى يأتون بالكباش. وهذه كلمة لك يا شيخ ربما للتوعيضاء وربما النساد يخطرون قليلا. يأتون بالكباش ويطانط حول كباش البقمى. ومولا كل هذا فلوش. يعني شغل قمار. قمار يا تقالرون على ذلك. والله يا شيخ انا شوف يعني هذا الكباش يتألم ولا يتكلم. ان الله يغنى. ان الله يغنى. ان الله يغنى. ولا يتكلم. ومخلوق من مخلوق الله سبحان الله وتعالى. انا ظلم هذا. من الشيخ المحترم كلمة لهذنك لعلهم. لعلهم. اه يؤذون. ان هذا تصور انسان عندما يبقيت قليل في رجل ويذهب للسبطار والشرطة والسرتفيكة وكذا وتحقيقات. اما هذا مسكين الكباش لا يتكلم. لم نشكر. ربي سبحانه استغدر الله. انا اطر منك يا شيخ محمد وبرك الله فيك. نعم. والله احبك بالله كما قلت. هو انا احب في الله. بهذا الموضوع. وبرك الله فيك والله يكون في العودة. ان شاء الله والسلام عليكم. عليكم سبحانه وكاته. ناس محترمة انتم. اهل احترام وشهامة ورجولة. الوقت انت الان. اطلنا كثيرا. طيب. نجيب. نجيب على السيلة. حتى خطبة الحاجة ما ما قلناها الى الان. طيب. اه نجيب على السيلة اه امو محمد تقول اه فضلات طبعا المأكول اللحم. يعني هذه شوف روص مأكول اللحم. المسألة فيها اقوى ثلاثة في الخلاف الفقهي وصحيح الراجح الذي ندين الله به. وهذا ايضا في رسالة ليس بن سعد. مفخرة المصريين هي رسالة من جزئين. كانت رسالة الدكتوراه عندي. فبفضل اتت من الالف اللي بكل الفقهيات التي تكلم بها. الليس بن سعد. ويرى طهارة مأكول اللحم روص اه وبول مأكول اللحم. هو الراجح الذي ندين الله به. خلافة للشفائية. الذي نرونها بانها على النجاسة. وانا شفائي المذهب على الفكرة. يعني لكن هذا الدليل خلافه. الدليل خلاف ما قالوا به. وإلا الادلة ظاهرة واضحة لائحة. آآ يعني آآ ظاهرة. بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على بعير. وكان آآ هذا حج النبي صلى الله عليه وسلم تعلمون آآ يعني آآ الناس جميعا كانوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يعني آآ خذوا عني مناسكم لعل الله ألقاكم بعد آآ عام هذا. وكان نبي يطوف يطوف على بعير. والطواف على بعير يخذ وقت. ومسالما رضي الله عنها طافت على بعير. خلف الناس. امرها نبي سلام تطف خلف الناس. فطاف على بعير. معنى ان هو طاف على بعير البعير ممكن في هذه المدة لا يتماسك. ويغضي حاجته. ففيها دلالة انها ليست بنجسة. دلالة انها ليست بنجسة. وايضا النبي سلام امر بان نصلي في في مرابط الغنم. واما ما استدلل الشفائية به بان انه نهى عن معاطن الابل ما نهى عن معاطن الابل للنجاسة. بل شيء اخر قاله النبي سلام لانها خلقت بما خلق منه الجان. عندما تنفر ممكن تقتل. عندما تنفر ممكن تقتل. لذلك نهى عن الصلاة في معاطن الابل. الصحيح في هذا الباب لابد ان نفهم بان كل ذلك تأسير من تأسير الشريعة. فراس المأكل اللحم وايضا بوله طاهر. كل ما عنده اوز اوز او بط او او دجاج او الحمام او غير ذلك. فكل ذلك على الطهارة وليس على النجاسة. نعم. وهذا الراجح الصحيح. والله تعالى اعلى واعلم. ولانه يصح على الطالب لا يصح على طالب العلم. اذا سرد الخلاف بين العلماء ان 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 يجعلوا هكذا. ويرب الناس على الهوى. يقول خذ ما شئت ودع ما شئت. هذا بدعيت منهج هذه. هذه بدعيت منهج. الصحيح انه مدام يعني يعني مدام متقنا مدام يتقن الالة فانه يسرد الخلاف ويرجح بل يرد على المخالف. ده العلم. اما هؤلاء الذين خرجوا على الناس يربون فيهم الهوى. ويريدون ان الناس يجرونهم جرا الى الزندقة. يقولون اعرض الكلام. هذا حنفي هذا مالكي هذا حنبالي. خذ بما شئت ودع ما شئت. والرجل يتنقل بهواه كيف ما شاء. هذه تربية الناس على الهوى. وعلى عدم الديانة. والزندقة. والاصل ان الحق عند الله واحد غير متعدد. الاصل عند الله الحق واحد. قال اصدت بعضا واخطأت بعضا. وده اجتهاد من ابي بكر في التأويل. وقال اذا اجتهاد الحاكم فاصف له اجران واذا اختف له اجر. اجر اجر الاجتهاد لا اجر الاصابة. فلابد نفهم اننا لابد اذا سردنا الخلاف نرجح ونرد على المخالف ايضا. هذا هو العلم. اما الذي لا طاقة له في ذلك او ما عنده علم يسكت. يركن. ما فيش مشاكل. اركن واسكت وتعلم تفوز. بدل ما انت تربي الناس على الهوى. وتقول هذه الاقوال خذ ما شئت ودع ما شئت. وانت اصلا ليس عندك علم. كل الذي فعلته وانك هآلة تقص وتلثق. ما عندك علم. حتى وجهة النظر العلمية والوجهة الفقهية لا تستعن تظهرها. فلاولا ان تركا الى ما انت عليه وتضع نفسك في دائرتك. ولا 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 تخرج للناس. فيعني يعني تريد تضيع دين الناس او حمل الناس على الزندقة والهوى. واتباع الهوى. والله يقول افرأيت من اتخذ الهوى. افأنت تكون عليه وكيلة. نعم. يقول حكم القطرة في في القطرة القطرة والكحر فيها العين. حتى لو وجد طعمها في في الحلق فانها لا تفطر. لانه ليس منفدا منفدا رئيسا الى الحلق. الفتر من المنفذ الرئيس الحلق وهو الانف فقط. لقول النبي بالغ في الاستنشاق ما لم تكون صائما. اخي ما يقول سلكت الاذن يفطر بها. ده كلام يضحك الناس. حتى لو قلتلي انه كلام الفقهاء. وانا معك انه كلام الفقهاء. الاذن ليست الاذن ليست 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 منفدا رئيسا الى الحلق. فقطرة الاذن ايضا لا تفطر ولا وجد الطعم في الحلق. لابد ان تعلم ان المسألة الشريعة الغراء جاءت واضحة جلية. اما التعقيدات لبعض المتاخرين في الفرع الفقهية فدعك منها. فان المتاخرين قد افسدوا الفقه كما قال الشاطبي الامام العلم صاحب التقعيد والتأصيل. فان المتاخرين افسدوا الفقه. والعلم اشراقته الشمسية في اشراقة شمسي في المتقدمين الذين اخذوا على الشرب الاول. نعم. طيب التي التي تأكل او تشرب متعمدها اعوذ بالله. هذه متجرئة. اتت كبيرة من الكبائر. تخشى على نفسها ولا بد ان تتوب الى الله جل فعلها. بل تسارع ان تتوب. نعم. تسارع ان تتوب الى الله جل فعلها توبة النصوح. وعليها قضاء اليوم. وعليها قضاء اليوم وان كان المسألة خلاف فقه ايضا ابن مسعود يقول يعني لا يكفيه ولو الف يوم. وبعضهم يقول تصوم يصوم شهرا بعضهم ابن مسيب عن غيره. والصحيح انه ما عليها الا ان تصوم يوما. بعد التوبة طبعا. لان النبي قال الرجل الذي تعمد وجمع امراته افطر متعمدا. قال له اقضي يوما مكانه. هذا مرسل لسعيد مسيب مرسل سعيد مسيب صحيحة. فيها تفصيل طبعا اه حديثي لكن لا يعني نقول الاصل اه اننا نجمل لان هذه فتاوة. فاقول المرسل صحيح مرسل سعيد مسيب صحيح قال اقضي يوما مكانه. مدرسة سافرت وبعدين الحوافز كلا بودة تتشال ما تشالتشي واخدتها هي ولا تستطيع ان تردها للادارة سيكون مفاسة عظيمة ردا على الناس. فعني اقول اذا هذا المال يعني يذهب الى فقراء المسلمين. هذا المال يذهب في فقراء المسلمين. قالت من عشر سنوات حتى لو من عشر سنوات. ومن عشر سنوات لها ان تدفع الذي الحوافز التي عليها فقط دون ان تزيد. استاذا فاطمة نعم انت وضعوا مبلغ فيه البنك. طبعا لا يجوز وضع المال في البنك. كل ما نوضع المال في البنك فهو اكل ربا. كل ما نوضع المال في البنك فهو اكل ربا. واما الجهل الذين لا يهرفون بما لا يعرفون. ويقولون بان البنوك لا تتعامل الا بربا الفضل. وربا الفضل مختلف فيه. ربا الفضل مش مختلف فيه. ربا الفضل متفق لي انه حرام. قال النبي تصريحا لا تبيع الدرام بالدرامين ولا الدينار بالدينارين. وقال اذهب بالذهب ربا. الا ان يكون المسل المنسي يجب أن يدى سواب سواب وقال فمن زاد أو استزاد فقد أربع فأما التلوع على الناس والتعمية عليهم والتغريب بهم والجهل في الكلام ويقول البنك لا يتعامل إلا بربا نسيئة بربا فضل لا بربا نسيئة بربا نسيئة يعني متفقون لربا نسيئة البنك لا يتعامل إلا بربا نسيئة يأخذ المال من هذا الرجل ويقرض لهذا الرجل وفي فلوسط هكذا فيأخذ المال من الذي يقرضه بفوايد كثيرة ويأخذ كل فوايد ووضع عليها الفتاة ويعطيها للذي يقرضه اول مرة اللي هو وضع المال في البنك البنوك ممولة ليست مستثمره ولا تاجيره واقسم بالله وطلعه والله عمدة انتقاص بل عمدة هدم الاقتصاد البنوك وانا اريد اقتصادي واحد يجهلني ويرد علي ويقول يا جاهل البنوك هي التي يربو يربو المال بها في اه او اقتصاد بها اريد اقتصادي واحد يستطيع يجبيني في هذا ويقول هذا الكلام البنوك هدامة لكل الاقتصاد فيها ان لم يكن الا بعين القدر دون عين الواقع والمعاملة الشرعية اقول حرب فاذانوا بحرب من الله ورسول ثمات من يدخل على الناس ويقول ربا النسيئة ربا النسيئة اخي الكريم متفق على ضعفه حتى ابن عباس الذي قال به وقال انما ربا في النسيئة على حديث اسامة رجع رجع عن قوله وثبت رجوعه حتى ابن عبدالبر قال طيب رجع ابن عباس ولا لم يرجع لا حجة لاحد كائن من كان مع مع قول النبي قال النبي لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه درموح الربا اشد من ستة وتاردين زينيا واقلها ان يقع رجل على امه حديث ديها موقفها المرفوع عن المرفوع ضعيف لكن المسألة فيها تنفير كبير من الربا فلا جزء ان تضع ماله في المنطب وضعت خايفة من السرقة خايفة من التلف من الهلاك هي بلغ النصاب هل تعطي الزكاة لزوجيا نعم لا هل تعطي الزواج المال لزوجيا حتى لو انفق على الاولاد ودهتها تابعا يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الاصل يغتفر في التابع ولا يغتفر اه ما لا يغتفر في فيها الاصل نعم فلا ان تعطي الزكاة هي اعطت مال لرجل يتاجر اخوه حرق البضاعة فرجل عمل جمعية وعطاها المال حقها ليس حراما حقها والتفريط منه تفريط منه يجعل الاخاه المستهتر يفعل ذلك لا التفريط منه التفريط منه فقط فالمال مالهى يجوز لها المال مالهى استاذ وليد السيغة كما قلت له انا اجابته ان السيغة السابتة عن الصحابة الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد اما الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا واخذوها تعبدنا ده ما ما صح وتكون بذلك يقع في البدع ما نفعل ذلك ان تعبت بها وراءها سنة لكن جاء التكبير المطلق يقول انا اكبر واكبر تكبير مطلقا فانا ما استطيع انكر عليه ولا ابدعه في هذا لكن ان اتخذها سنة وتعبد بها سنة نقول ادي بدعة سنة هذا توقيف اتنا بالدليل على ذلك والذي ورد عن الصحابة ايضا يقيد لان الصحابة ورد عنه كانوا يقولون الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله ويقولون ايضا الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد ولله الحمد لقط الحصى السنة نكون من مزدلفة يبيد بمزدالفة والتقت حصا كما فعل نبي سلم وقال بمسه هذا فارج فارما على 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 ان تكون الحصا فوق الحموصة وقال من الفولة لمثل هذا حتى لا يكون الغلو كما امره من النبي صلى الله عليه وسلم فالتقاط الشاشة من المزدالفة صنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الافضل لو التقطاء من اي مكان جاز له ذلك شكرا أخونا محمد يقول هو بي يقول هل أضحي عن الميت قال بي بعض الفقاء والأولى عندي أنه لا يفعل ذلك الأولى عندي أنه لا يفعل ذلك هو أن السلام ضح عن أمة محمد وابن تميه يجيد ذلك أنا أدين الله بأنه الأولى أن لا يفعل ذلك وأن تكون الأضحية يعني عنه عن أهل بيتي كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أولى لهم هل المضحي يغفى له عند دفعة يعني بالله عليك يعني الأضحية شهادة في سبيل الله لا لم يرد دليل على ذلك على حد علم لم يرد أي حديث ولا أثر حتى عن الصحابة أنه يغفى له مع أول دفع من دمه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة أن تشهد الذبح وفي ذلك الخير الكبير فصل لربك وانحر لكن أن يغفى له ذنوبه مع أول دفع من الأضحية أنا لا علم عندي أجهل ذلك لو ثبت يقال به لكني يعني على حد علمي أنه لم يذب ذلك صوات العيد واجبة أم مستحبة صوات العيد يعني في ما هي العلم أنها مستحبة وهذا الرجح الصحيح على من قال بأنها فرض كفاء وقال بأنها واجبة الصحيح في قول الشفعية والمالكية والحنفية على أنها مستحبة وليست واجبة أنها مستحبة وليست واجبة وهذا الصحيح الراجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم خمسة رات في اليوم والليلة نعم طبعنا نسرة في الإجابة خمسة رات في اليوم والليلة فرضهن الله على العباد وقال لا يبدل القول لدي هي خمسون وخمسون والصحيح أنها ليست واجبة صوات العيد مستحبة أموال يعني هي صالة العصر قالت لها الأخت القبلة هكذا ذهبت القبلة جاءت أخت أخرى قالت لها أنت صالتي خطأ وبعد ذلك قالت لها الدكتورة قالت لي هنا قالت إذن يا صح أنا أقول في هذا الباب هي أصلا لابد أن تصلي بيقين إلى القبلة فإن كان ورد الشك عندها تسأل الذي يعلم أين القبلة أو تذهب للمسجد في نفس المستشفى فتنظر كيف القبلة هل تصلت إلى القبلة أم لا فإن واجدت أنها لم تصلي إلى القبلة عليها الإعادة وجوبا هي أنا التكلم الآن وأنها تخرج من البيت من أجل يعني ألا يعني ألا تقع في شيء يكون فيه من من الغيبة أو النميمة ولا تسمع غيبة أو نميمة هذا أفضل ما تفعل أفضل ما تفعل لكن لا تعتزل للناس تختلط تختلط وتنصح أولى له أم هبة بنتها عندها أربعة أولاد لا يعني لا تصلي البنت لا تصلي وتستخدم أيضا لا تصلي وتستخدم النمس أعوذ بالله وهي النمس فيه لعن ولا تصلي وأولادها لا يصلون يعني عليك بها لا تنقطع عنها لابد من نصيحة بالهاتف أو تذابي إلى الأولاد الصغار أن تجدتهم وتأمورين بالصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بناها وناهم الصلاة فهم تركها فقد كفر بين المرء ومن الكفرة والشركة تركوا الصلاة الأمر جد خطير الأمر جد خطير فأقول يعني تصلي هي تذهب ولا تنقطع عن بنتها برن بها لعلها تاخذ بقولها وعلى علها أيضا يعني تصلي على نصيحتها لأقارب يعني ضع التلفون الهاتف بالأرقام يعني حاولي خدم كنا ننتصر إليهم بلوا أرحمكم ولو بالسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الأهل الكفرة من مكة قال لهم لكم رحم أبلها ببلادها طبعا الأخت الفاضلة كانت تصوم العشرة كنما لا تستطيع أن تصوم إلا يوم عرفة يوم عرفة يصام لأنه ساءت يوم الجمعة يصام يوم قبله لأن النبي نهى عن صيام يوم الجمعة فراد يوم الجمعة بالصيام وقالوا عيد وإذا قالوا لي لا ما هو الجمعة عرفة على مقال شمال الجمعة نقول يا جماعة الخير أنا أسألكم في أيام الله ما هذا يوم قالوا الجمعة أنا هالنبي عن صيام الجمعة يقولون تخلص الجمعة لما لأنه عيد طب عرف عيد أيضا عرف عيد أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق يوم عيدنا أهل الإسلام فهو يوم عيد أيضا يبقى ياخذ حكمه يبقى من أراد أن يصوم يوم الجمعة يصوم الخميس لأنه في ناهي جاء عن صيام يوم يوم الجمعة لا يقال بقى لا ده اسمه ده اسمه عشراء ده اسمه عرفة ده تحايل في النهاية هو اليوم يوم إيش يوم جمعة وارد النهي فيه إلا أن يكون عادة للناس إلا أن يكون صوم يوم أحدكم فليصومهم إن كان عادة يصوم إن كان عادة يصوم بيقول هل ستعاد الأصنم يعني عبادة الأصنم في مكة هو سيعاد عبادة الأصنم في الأمة الإسلامية قال أن الإسلام لن تقوم الساعة حتى نعم حتى عبد آآ ذي الخالصة نعم وذي الخالصة صنم من أصنم من أصنم كانوا يعبدونها فقال لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات آآ نساء دوس على ذي الخالصة يطفون حوله فالأصنم ستعود كمان الإسلام يعود غريبا أيضا الكفر سيعود وعبادة الأصنم ستعود لذلك نحن نقول لابد أن نسد كل كل أسباب هذه الأسباب لابد أن نسد كل هذه الأسباب أسباب الشرك ويلوموننا أننا منافذ الشرك نسدوها كما نصحنا أخونا الفاضل الكريم أبو أحمد بمسألة القبرية وعدم طرق القبرية يا الله يا أبو أحمد أنت لا تدري ما نحن فيه نحن لا نسكت ده احنا أصلا أصلا أصل أصل اتجاهنا هو نشر التوحيد والعقيدة الصحيحة وبيان عجاج وانحراف كل من من خالف عقيدة النبي وعقيدة الصحابة القبرية طارة أي الأشعرية طارة وهذه لابد لابد أن نقف لها بالمرصاد حتى تستوي العقيدة نعم شكرا طب أخونا عمار من الجزائر ده تسئلها والرجل يعني ماشي ماشي جمال الزبح بالشمال يريوز يا جمال وإن كان الأولى اليمين اليمين أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم اليمين على الشمال وكان يعجب التأمن في كل شيء أبو أحمد طبعا أعطانا أبو أحمد تكلم في مساءات الذكر الجماعة احنا بينا تفصيله وكيف يكون وتكلم عن القبرية ولنعم ما قال والقبرية هم أسوأ خلق الله بدعة موجودة في 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 البلاد الإسلامية والقبرية هم امتداد للرافضية القبرية امتداد للرافضية يخرج عين الرجل فيه دهشة أو عتة ويقول أذن لي الله أذن لي أن نتكلم على التصريح وأذن لي النبي صلى الله ما تقابل النبي ونشافه ها وأذن الله له من وين حدثني قلبي عن ربي اضحوك من الاضحقات وكثير من من يترك ذكر الله للفعلاء ويخترع ذكرا ويأذن به مثلا القبرية امتداد صريح للرافضية أولاد عموما لازم اعتقادات منطبقة وأنا سأخصص درسا كاملا أذبط فيه أن القبرية امتداد للرافضية عقيدة واحدة لا حيدة أخونا عمار أبو يوسف المؤذن قال سكت من أجل التشويش له ذلك نعم يصح له أن يسكت في هذا الباب نعم أبو يوسف يقول بالنسبة لمسألة الصلاة أبو يوسف قال يعني ريحنا في هذا الباب الصلاة في المسجل الذي فيه ضريح يعني أنا أؤجل الإجابة لأسبوع القادم حتى أفصل لك لكن إجمالا كرامة لك أيها المهزة بالمؤدب أنا أقول لو كان القبر في حريم المسجد برة يعني يعني المسجد حريم المسجد اللي هو الطريق إليه لو الصور داخل عليه أنا أقول ترامى الضريح برة برة المسجد دي صح الصلاة فيه كمسجد مشهور جدا في الإمارات مسجد الشيخ زيد رحمه الله تعالى الضريح خارج فالصلاة في المسجد تجوز ليس فيها ثمت شيء باتفاق ما فيها كلام طيب قال لي في الحسين أنا عمره ودخلت الحسين على وصفه إن الضريح برة مش في المسجد لكن هناك باب مغلق لو فتحته يبقى طريقك إلى إلى القبر لو لو القبر ده خارج المسجد كما وصف أبي يوسف يصح الصلاة أنا أنا ما دخلتش حسين ولا أدخلته ولا أدخله لو موت حد لكن لو 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 القبر داخل الحسين لنا صح الصلاة فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو يموت ووضع عاده على الركيا ووضع عاده على على رأسه ويقول يقول يا لله للموت السكرات ثم قال لأن الله يقولنا صارت تأخذ خبورها بإم وصلاحين مسائد إني أنهاكم عن ذلك قالت عائشة لو لا ذلك لأبرز قبره أما دخول قبر النبي في المسجد هذا ليس من فعل من فعل الصحابة ولا من التبعين هذا عبد المالك بن وراد أدخله للتوسعة في هذا الباب فالصلاة في المسجد الذي فيه قبل لا تجوز طب صلى الرجل في المسجد فيه قبل على قول الجمهور تصح الصلاة على قول الحنبيل الصلاة باطلة وعلى قول الجمهور الكراها وعلى الحنبيل يقولنا بالتحريم وأدين الله بالتحريم في الوقت سمحني من أجل عمار أيضا لا يجوز لا يجوز الأذان الذي يكون فيه سب عائشة سب الصحابة أو الكلام على علي منفردا لا يجوز هذا الأذان باطل بدعة لكن طب الصلاة التي على إسر الأذان أصلا مختلف الأذان واجب أم لا الجمهور على الأذان سنة ليس واجب ومفرد كفاية على القول الصحيح فالصلاة في كل الأحوال صحيحة يا عمار وأما أهل الجزائر فهم أهل شهامة ورجولة وأنا أهيب بهم أن يدفعوا عن العقيدة الصحيحة من قال بأن فيهم شيعة هو أنكر وهو أولى منا وأدرى منا بذلك لكن هناك قبرية في الجزائر أيضا كما أن هناك قبرية في مصر قبرية في سوريا قبرية في المغرب قبرية في ليبيا لابد من إظهار العقيدة النبوية العقيدة عقيدة الصحابة خير 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 البارية العقيدة في رب البارية لابد أن تكون الرسول والقبورية يعظمون الاولياء كما يعظم الرافضة الائمة وده سيظهر ان شاء الله في الدرس القادم الذي يبين مطابقة عقيدة الرافضة مع عقيدة القبورية عيد الاطحى الممارك يعني مشامل افريقيا بنطاء يعني الكباش اتوا بها يعني تنتطح وهذا ظلم مبين للكباش وهذه اثم معصية النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكم في كل رطب كبد الرطب اجل ويقول عن امرأة دخلت النار في هرة حبستها لا يطعمتها ولا تركت تأكل من خشاش الارض ويأتي بالكباش تنتطح والديوك ايضا كل ذلك حرام لا انا الوقت سعمل يلاحقني ماذا افعل اعطيتك باجمالا هاد السؤال الاخير ماشي عما يضحي يعني هو يضحي وفي التلت يوزع منه جز ويأكل والتلتين يشيروا الفرحة يجوز يجوز نعم يجوز يجوز لها يجوز ان يفعل ذلك عما وانا الاضحية اصلا لا تحجير عليها يأكل البعض ويهدي البعض ويتصدق بالبعض ويعطي قريبة فيجوز على ما وصفت طيب ما احسن الله عليك انساء الله ان يحفظوا احفظكم جعل الله ذلك في موزين الحسنة الله جعلنا كلها صلاحة وجعله واجهة خلصة وتجعل احد فيها شيء الله جعل هذا البلادأمنا امانا ورخاءا وسائل بلد المسلمين الله موفق قراءة امم المسلمين الحقيق بكتابك العمل بسيونة نبيك صلى الله عليه وسلم وفيكم توفيقة وسددهم تزديدة وجعله عملهم في رضاك ومبتغاك وجعلهم بطنط الخير تدنلوا على الخير وتعين Strategy الله موفقهم الله موفقهم توفيقة وسددهم تزديدة وعينهم على كل الخير وكل عام كل الامة الاسلامية بخير وعلى سلام وعلى ود وعلى توافق وعلى وعلى اتحاد وعلى اتفاق وعلى عقيدة كعقيدة النبي لأن النبي قال تفترق هذه الأمة على ثلاثة سبعين فرقة كلها في النار إلا وحيدة قالوا من يا رسول الله قال على من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي ما أنا عليه اليوم اعتقادا وعملا كل من حاد عن عقيدة النبي ففيه ضلال فلابد أن يرجع إلى الطريق المستقيم السنة تجمع والبدعة تفرق سبحانك الله وربنا وبحمدك أشهد الله إليه لأنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته